كنت كتير شربان يمكن صار هيك لأنك ما كنت بوعية لا أنا كنت حاسس باهتمام بانا ومن زمان جميلة كانت حاسة بأشي تعرف شغلي لما أنا وبانا نكون سوا عم حس بيتواصل بيناتنا ما بحس فينا ما بكون أنا وجميلة مع بعض يا غبي هاي البنت طبقتك وقضيت مع ليلي يعني مشاعرك اتجاها مو سادة بس اللي صار كان بيرغبتي مو غصبوا عني وهذا الموضوع يلي وايف عنده هلا حاسس حالي إنه بحبه لبانا صحيح الباك كبير بس بتقدر تحب التنتين مع بعضه بنهم هلا شو رح تساوي جميلة رح تسامحك ما رح تسامحني بنهم معناها أنت بوقتك تعرفان شو عم بتساوي أنت كنت أخد قرارك وناوي عه الشي يعني هاي مو نقطة ضعف هذا قرار أنت كنت مبرمج بمخك أنه يصير اللي صار طليتك تمهد له الشي من قبل كم يوم بالأول رح تشلحت الخاتر وبعدين صرت تحاول تبعد عن جميلة شوي شوي شو الموضوع معقول بها السهولة أنك تتخلى عن جميلة ليش هيك صار ما بعرف من هداك اليوم اتغيرت إذا بتعيد هالسيرة بخلعك بكسب شير رأسك طول بالك علي وفهمني جمعت الصور بمخي وصار تفكر وبلحظة وحسيت حالي تغيرت تماما قلتلك ما في شي بيناتنا بس أنت مو حابب تسدد لساعتك عم بتفكر بالموضوع الهلأ مهند أنا لما قلتلك ما كان قصدي يتهمك اسمعني وبدون ما تعصي وقت اللي التقيت فيكم بالوكالة هداك اليوم وقفت تذكرت يوم الحادثي اللي صار معنا يوم أنا حطيت الحق عليك وبادلتك وانت ما جاوبت مو أنا سبب تعصيبك خلاص الشي راح وانته يعني الحقيقة أنا اللي غيرت حياتك بسبب أنا أنت سويت هداك الحادث لا مو صحيح أنت فعلا مخيلتك واسعا يوم أما أكلت قتلي من بابا لأنك ما دفعت المصاري للزبول طبعا ما كان فيك تدفعله لأنك راح توجبت هدية لجميلة بالمصاري إذا ما اقتنع بأن الفكرة أنا ما فيني غيرها وقتا أجيت على بيت جاميلة منشان تعطيه الإهدية وشفتنا سوا لما شفتني أنا وياها غيرت رأيك يمكن وقتا كنت جايلة حتى تصرحها بحبك إذا ما بتسكته لهذا رح يضل يحكي رح أكسر له رأسه أو زدته بالبحر منشان هيك كنت بديه يعدي باليالي وضربته لبابا لما عصب عليك وبعدين وطلعت وصرت تشرب لأنك كنت مأهور مني ولنفترض الشي مصبيب مع أنه كلامك ما له أساس من الصحة وكله على بعضه غلط طرد أنه كان في مشاعر بقلبي اتجاهها هدول أربع سنين عم تفهم علي؟ أربع سنين معقولي ضل في شي بقلبي بعد المشاكل اللي وقعت فيها لو كنت موجود بالسجن وشفت اللي شفته كنت نسيت اسمك مو بس اللي بتحبه ولك كان عمري 18 سنة وعم بتقول أنه لسه في شي اتجاهها لو هلأ لسه في شي أنا بقلها أنا بعد السجن وليت مني جديد وبلاشت حياة مختلفة مضبوطي يا عبد إمعي شوف مو أياك مستعد روح شوفه بلا كان سكران وقته كان غايب عن وعيه وصار هالشي غصبا عنه خلص روك الموضوع عليي وانا مستعد اضمنك قدامه لا يستمر ليك مؤيت بانا هي مجرد وحدة عابرة قضيت مع ليلة يعني كل القصة مو مستاهلة بس جميلة جميلة هي البنت اللي بتحبها بنت الجيرانة الحلوة البنت اللي صارلة بجنبك سنين ومتصل دقلها على الموبايل ساوي لك شغلة ما بيصير هيك لا تكون قاسي هيحب حياتك معقول ما يحكي معها بس اتصلت وما رديت لك نروح ركع لها وطلوبة سامحك وترجاها وزا ما مشي الحار روح نام على باب بيتها لا تتعمل مع الموضوع كأنه عادي عملك شي مهند لعائلتين دخلوا بالمشكلة هلأ الحلصة مستحيل سامي لا تفكر فيه هلأ هو معصب بس بعدين بينسى وزا مشان إما لجميلة ازا جميلة حكيت معها كلمتين بتقطنع برأيها أول شي قناع حبيبتك والأهل خليهم لبعدين لازم تلاقي طريقة لتصالحها وفورا مهند عن جد أنا محابب نرجع لبعض شو يعني؟ يعني ما بقى بدك ياها ورح تمحية من حياتك؟ سدنين تلخسران يا موئيات اشتركوا في القناة